نبيلة مونيب ولدت في الرابعة عشر فبراير من عام الف وتسعمائة وستين بالدار البيضاء المغربية هي أستاذة جامعية بجامعة الحسن الثانية وسياسية مغربية يسارية وهي الآن الأمينة العامة للحزب الاجتراكي الموحد وذلك منذ السادسة عشرة يناير من عام الفين واثني عشر لخبرتها السياسية أصبحت بذلك أول مرأة مغربية تتولى منصب الأمين العام وقد حازت على ديبلوما في علم الغدد السم من جامعة مونبيلي الفرنسية كما أن عدو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالية والأمينة الجهوية لها في الدار البيضاء قد اشتهرت بمناظرتها ودفعها عن حقوق المرأة وأسلوب الخطابي النقدي بدأت نبيلة مسارة سياسية أثناء تحضيرها للدكتورة في فرنسا عام 1985 إذ برزت كمناظلة في إطار شبيبة الطلبة الديمقراطيين ثم عملت في منظمة حرية الإعلام والتحبير ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي برئاسة محمد بن سعيد أيت إيدر الذي أصبحت بعد الاندماج مع غيرها من التشكيلات اليسرية للحزب الاشتراكي الموحدة في استفثاء الدستوري المغربية عام 2011 دعت محاركتها السياسية وفيدرالية اليسر الديمقراطي إلى المقاطعة نظر لإنعدام الديمقراطية في الدستور لأنه يحافظ على الجزء الأكبر من السلطة في أي ذي دات سيادة ولا يوفر الفصل بين السلطات بل إنها دعت إلى مقاطعة الانتخابة التشريعية لعام 2011 أيضا في غشتمع عام 2013 أثناء اندلاع قضية العفو الملكي عن مغتصب الأطفال كانت من الأوائل فرد تنتقد هذا العفو وترى أن قرار منح المعتدية والمغتصب الحرية هو أمر غير مقبول ويجب التراجع عنه في أسرق وقت ممكن فقد قالت العفو عن دانييل يماثل إهانة حقيقية لكل المغاربة لأنه يوقف تحقيق العدالة ويدرب في العمق أبنائنا الذين يماثلون مغرب الغد ولو كان لدينا دستور ديمقراطي يسمع على جميع السلطة والصلاحيات وقانون يتساوى أمامه الجميع لتم إلغاء العفو الملكي أثناء الأزمة السياسية بين المغرب والسويد بعد مشروع القانون السويدية الرامية للاتراف بالجمهورية الصحرافية ترأست نبيل الوفدة المغربية في ستوكولم الذي يتألف من أحزاب اليسارة ما بين الرابع والسابعة من نوفمبر عام 2015 من أجل إجاد مخرج للنزاع في يناير من عام 2016 أعلنت تلفزيون السويدي أن الحكومة السويدية قد تخلت عن مشروع الأدراف بالسحراء المستقلة في الرابع من سبتمبر من عام 2016 تزامنا مع افتتاح حملة الانتخابية قامت بتأثير اللقاء التواصلي التي ندمته فيدرالية اليسار الديمقراطية بمراكش تحت شعار صوت الشعب في البرلمان قد أعلنت ترشوح على رأس اللائحة الوطنية للنساء لفيدرالية اليسار الديمقراطية من أجل الحصول على مقعد برلمانية من أصل ستين مقعدا مخصصا للنساء في البرلمان المغربية في السابع أكتوبر من عام 2016 خلال الانتخابات التشريعية المغربية من عام 2016 تمكنت الفيدرالية من الحصول على مقعدين في البرلمان بينما لم تتمكن بلا من تخطي عتبة الحصول على مقعدها